اشتركوا في القناة من كيميائيا للمسلحين شمال سوريا والمعلم يؤكد لبيدرسون أن حل الصراع مرتبط من سحاب القوات غير الشرعية لكن احنا المساج متاعنا هو السلام نحب السلام بسير غضب واسع في تونس تنديدا بظهور وزير السياحة على قناة اسرائيلية ومطالبات بإقالته رؤساء كنائسة في حيفا يدخلون في إضراب مفتوح تجاجا على معرضي أصور المسيء للسيد المسيح البرلمان البريطاني يبدأ التصويت على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وما يتحذر من عدم الموافقة على اتفاق البريكزيت أكرونيا افتتحوا الحوار الوطني لتجاوز أزمة ستراتي الصفر واستطلاعات الرأي تظهر أن نصف الفرنسيين يعارضون سياسته مرحبا بكم أكد قائد محور غرب الأنبار في الحجد الشعبي قاسم مصلحة أن القوات الأمريكية قامت بعمل تجسسي خلال عملياتها ضد داعش على الحدود العراقية السورية وفي اتصال مع الميادين شدد مصلحة لأن القوات الأمريكية لديها نوايا مبيتة وحاولت أخذ معلومات أمنية تساعد تنظيم داعش في شن هجوم ضد القوات العراقية عمل تجسسي ضحث لإيصال المعلومة العلم أن هناك عمليات ومعارك طاحنة أمامنا تحصل في هذه الأيام في سوسة وحجين مع قوات قصد والدواعش ونحن على أهبة الاستعداد تحسبا لأي أمر طارع فبهذه الطريقة وبهذه الكيفية وأحد المعلومات بهذه الدقة هناك نوايا مبيتة شريرة ضد القطاعات الأمنية والحجم الشعب المتواجدة على الساتر لأن هذه المعلومات إذا وصلت إلى الدواعش سيكون تنفيذ معارضهم وهجماتهم بسهولة على قطاعاتنا لأن يعرف الأعداد ويعرف كمية السلاح والأعتداء مصلحة كده تنسيق مع الحكومتين العراقية والسورية للقضاء على داعش في الجانبي السوري نحن نسق مع الحكومة العراقية المركزية وتنسيق مع الحكومة السورية إذا لم يتم هذا الملأ خلال هذه الأيام وينحسن موضوع داعش داخل الحدود السورية قوات الحجد الشعبي والقوات الأمنية سوف تقتح من الحدود وتحمر هذه المناطق ونخلص من هذا الملأ الداعشي ونحن مستعدون استعداد كامل لشن هذا الهجوم وتطهير هذه المناطق وكذا أيضا عدم رصد أي انسحاب أمريكي عبر الحدود سورية العراقية إنما تعزيز أمريكي مستمر في سوريا أي انسحاب أمريكي من داخل سوريا نهائيا ما حصل أمام قطعاتنا نهائيا بل هناك تعزيز بالقطعات الأمريكية في قاطعنا وهو قاطع الأنبار وغرب الأنبار هناك تعزيز بقطعاتهم العسكرية وأرتانهم العسكرية وكذلك القوات الراجلة تعزيز بالقطعات نعم يوجد تعزيز بهذه القطعات أما انسحاب لحد الآن لم يكن ولم يحصل انسحاب جندي واحدة أو آلية واحدة من الداخل السوري باتجاه العراق أو غيرها باتجاه قطعاتهم هذا لم يحصل أبدا ولكن هذا كلام عاضر قيل وشيء في الإخبار لكن لحد الآن لم يحصل هذا الانسحاب إذا كانت انسحاب من أماكن أخرى باتجاه الموصل نعم صحيح من أماكن أكوكي قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم للمبعوث الأممي الجديد إلى سوريا جير بيدرسون قال أن أي حل للصراع يجب أن يتضمن انسحاب القوات الأجنبية غير الشرعية المعلم أكد لبيدرسون الذي وصل إلى دمشق صباح اليوم في أول زيارة له منذ تعيينه استعداد بلاده للتعاون لتفعيل الحوار السوري السوري من أجل التوصل إلى تسوية سياسية بيدرسون قال أنه سيبذل كل جهد ممكن للتوصل إلى حل سياسي في سوريا بما يتماشى مع القرارات الأممية أكد مصدر مطلع لوكالة انترفاكسا الروسية نجيش العز والحركة الإسلامية يخططان لشن هجمات كيميائية في آن واحد على محافظات اللاذقية وإدلب وحلب وحمى مضيفا أن الهجوم الكيميائي سيستهدف منشآت مدنية وعسكرية ومنطقة معارة النعمان في إدلب المصدر أفاد للوكالة الروسية بأن المسلحين خزنوا المواد الكيميائية السامية في مستودعات عدة في محافظتي إدلب واللاذقية قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يامين نتنياهو أن على الإيرانيين مغادرة السورية مشيرا إلى أنه سيواصل سياسة اعتداءاته وخلال مراسم تعيين أفيف كخافي رئيسا لأركان الجيش وصف إيران بالعدو الأول وبالتهديد الرئيسي لإسرائيل فيما أكد أن العلاقات بدأت تتعزز مع بعض الدول العربية وأعربا عن قلقه من تجربة إيران لإطلاقها قمرا صناعيا ووصفها بالخطوة الأولى نحو تجربة الصاروخ إلى عهد أفيف كخافي رئيس هيئة الأركان العامة الثاني والعشرين دخل الجيش الإسرائيلي في مراسم احتفالية لم تخلو من مواقف عسكرية وسياسية جادي أيزينكوت وفي إيجاز لأربع سنوات قضاها كرئيس للأركان عدد إنجازاته من دون أن ينسى فشله في إعادة جثتي الجنديين والإسرائيليين الآخرين المحتجزين لدى حماس هدفي الأول كان إعداد جيش قوي ومؤهل ومستعد على أربع جبهات لقد نفذنا آلاف العمليات من تفعيل القوة الدقيقة واخترنا مواجهة العدو القوي لمنع التمركز الإيراني في سوريا ووقف تسلح حزب الله في لبنان لكن هناك تحديات كثيرة أمام الجيش الإسرائيلي في المستقبل وما يؤلمني أن مهمة إعادة الأبناء المفقودين إلى حدود إسرائيل لم تستكمل بعد كوخافي الذي أثنى على أيزنكوت وعمله تعهد كرئيس جديد للأركان العمل على إعداد جيش قوي لمواجهة التحديات لحماية إسرائيل مطلوب رؤية وقعية وقوة عسكرية واستعداد لتفعيلها بهذه الروح سنعمل أتعهد تعزيز حائط الدفاع وملأمته مع تحديات الحاضر والمستقبل مع التركيز على زيادة قدرة المس بالعدو وتأسيس جيش فتاك وناجع وحدي آخر المتكلمين كان رئيس الحكومة بن يمين نتنياهو الذي لم ينسى كعادته محاولة إشراك نفسه في التغلب على التحديات وإطلاق التهديدات والتذكير بالعلاقات المزدهرة مع العالم العربي لقد وجهنا معاً تحديات كثيرة في غزة وسوريا ولبنان ولكن أمامنا عنصر واحد أساسي وهو إيران وأذرعها لقد عملنا على صد الاتفاق النووي معها وعرقلنا تزود حزب الله بسلاح دقيق والأهم أننا منعنا التمركز الإيراني في سوريا وأنا أنصح الإيرانيين بالخروج سريعاً من هناك لأننا سنواصل سياستنا الهجومية وبالتوازي وبفضل قدراتنا العملانية والاستخبارية والتكنولوجية فإن علاقاتنا مع العالم العربي تتعزز وهناك دول إسلامية رائدة تتقرب منا وأنت أيزنكوت رأيت ذلك من خلال لقاءاتك بنظرائك من دول عربية حيث رأيت العناق وهذا كان مصوراً وإذا كان الإنجاز الأهم لأيزنكوت بحسب معلقين قد تمثل في عدم جر إسرائيل إلى حرب طوال أربع سنوات على الجبهات الأربع التي تحدث عنها فإن التحدي الأكثر اهتماماً بالنسبة إلى الإسرائيليين هو نجاح كوخافي في هذه المهمة أيضاً أعلن رئيس التركي رجب طيب أردوغان توصله إلى اتفاق تاريخي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب بشأن سوريا مشيراً إلى أنه يعتزم إقامة منطقة أميرة في سوريا كان ترامب قد أيدها أردوغان نضف أنه سيواصل الإعداد لعملياته العسكرية ضد المسلحين الكرد وقال أنه بعد تطهير من بج وشرق الفرات سيئت الدور على تنظيم داعش وتحدث عن مكاسب كبيرة في المسألة السورية سنقيم منطقة أمنية على طول الحدود التركية مع سوريا لطالما أكدنا منذ ولاية الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ما أكده الرئيس ترامب أيضاً وهو ضرورة إنشاء منطقة أمنية بعمق 30 كم إلى تونس حيث أثار ظهور وزير السياحة تونسي روني ترابلسي في لقاء متلفز على القناة الإسرائيلية أي نيوز 24 جدلاً واسعاً لإدراجه ضمن إطار التطبيع مع إسرائيل وفي مقتطف نشرته القناة على صفحتها على فيسبوك ردت رابلسي على سؤال عن إمكانية إرساء علاقات دبلوماسية رسمية بين تونس وإسرائيل وشدداً على أنه يتبع إرادة الحكومة أنا كوزير سياحة مطالب باتباع الخط العام للدولة التونسية الذي يتمثل منذ عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة في دعم وتبني القضية الفلسطينية وإرساء السلام في الشرق الأوسط تونس تاريخياً ملتزمة وتعمل من أجل السلام من عهد بورقيبة وحتى اليوم مروراً بعهد بن علي القضية الفلسطينية غالية علينا وقدمنا الكثير من المساعدة لها لكن رسالتنا دائماً كانت البحث عن السلام نأمل من القاضة العرب الذين سيشاركون في قمة أذار مارس المقبل في تونس أن يوجدوا حلاً للمشاكل في العالم العربي هدفنا الوصول إلى سلام في الشرق الأوسط أكد عضو المجلس المركزي في الجبهة الشعبية التونسية محسن النبتي للميادين أن تصريحات وزير السياحة حرون الترابلسي لقناة آي نيوز 24 الإسرائيلية تعكس شيئاً خطيراً حيال التعامل مع الاحتلال أكان حزبه التيار الشعبي قد دعا إلى إقالة الترابلسي من منصبه وفي بيانر الحزب أن الحكومة الحالية بكل مكوناتها متواطئة في التطبيع وتحاول إخضاع تونس وشعبها للإرادة الصهيونية وفق تعبيره وطالبا كل القوى الوطنية بالانخراط في معركة السيادة الوطنية كشفت رئيسة المكتب القانوني لحركة النهضة التونسية فريدة العبيدي كشفت عن رفع الحركة دعا قضائية ضد عدد من الأشخاص على خلفية مواصفتها بالافتراءات والأكاذيب حول امتلاك حركة النهضة جهازاً سرية وفي تصريحات صحفية أشارت العبيدي إلا أن الكشف عن أسماء المدة عليهم سيتم بعد اكتمال التحقيقات القضائية انطلق فريق الترجي رياضي التونسي في احتفاله بمرور مئة عام على تأسيسه الفريق التونسي الذي يعد الأكثر تتويجاً محلياً وقرياً بين باقي النوادي التونسي ارتبط اسمه خلال سنوات التأسيس الأولى بالكفاح ضد الاستعمار الفرنسي وبالحركة الوطنية وبالعودة إلى المقابلة التي أجرها وزير السياحة التونسي مع احدى القانوات التلفزيونية الإسرائيلية انضم إلينا حول هذا الموضوع من تونس عدو شبكة تونسية للتصدي لمنظومة التطبيع سيد صلاح الداودي ما تعليقكم سيد الداودي على هذه المقابلة؟ تحياتي لكم أولاً أريد أن أوجه تحية إلى أرواح القادة السادة الشهداء الذين استشهدوا على أرض تونس وسالة دمائهم من أذل القضية التونسية والفلسطينية وهم أبو إياد وأبو الهول وفخر العمري بتاريخ يوم أمس بعد 28 سنة ثانياً تعليقنا هو أن هذا مباشرة هو عدوان صهيوني على التونسيين وعلى تونس وهو جريمة يرتكبها الكيان المعادي العدو الصهيوني ولكن بآلة تنفيذية عن طريق الحكومة التونسية عن طريق وزير في الحكومة التونسية أمر ليس جديداً عليه لأن كان له عدة تصريحات قبل هذا وفي هذا المعنى بالذات قبل سنوات وفي عدة قنوات صهيونية الجديد الآن هو أن الحكومة مباشرة تتحمل مسئولية جرائم خيانة وطنية عظمى وجرائم تعامل مع الإرهاب الصهيوني بما أن هذا الوزير هو وزيرها ويمطلها وهو أكثر من ذلك يتطاول على شؤون السياسة الخارجية للدولة التونسية ولا ندري أين رئاسة الجمهورية من هذا الأمر فضلاً عن أن وزير الخارجية نفسه هخميس جهناوي هو من المطبعين وكان يعمل في تل أبيب وطلبنا مراراً وتكراراً بإعفائه أو بإسقاطه واليوم أكثر من ذلك أيضاً أمام هذه الجريمة الكبرى أصبح من الواضح جداً أن الأمر ليس تكتيك أو استراتيجية الضبابية المفضوحة أو شبه المفضوحة وإنما إرادة واضحة أو افتضاح واضح ربما يراد أن يحمل تحت طيات الغيوم ولكنه واضح جداً وأصابعه واضحة ومخالبه واضحة وبوجوه مكشوفة ونستطيع أن نسمي ذلك جهازاً سرياً للتطبيع والصهيونية في تونس عن طريق شبكات تديرها عدة غرف سوداء منها ما هو اختراق أمني ومنها ما هو سياحي ورياضي وثقافي وعلمي ومن له علاقة ارتباط كضابة ارتباط هذا الوزير أيضاً وبالذات بالكيان الصهيوني المعاجي هو الرجل منذ تستيق يغطي حتى نشاط الموساد في كيس الأمر أيضاً كان هناك ردود فعل حول شخص الوزير الآن بعد هذه المقابلة كيف يفترض أن يتم التعاطي وبأي سياق يمكن أن تقدم أو تفهم في تونس نرى ردود فعل هناك طالبات بالإقالة ولكن على المستوى الرسمي القانوني أي سياقات يمكن أن نراها وما هو المطلوب بالمقابل على المستوى الحكومي مما مثل هكذا تحرك أو هكذا خطوة هو كما تعلمون في هذه الحكومة من توافق نهضة ونداء وإسفشاهد وكتلته وطابوره الخامس الجديد توافقه على أن يكون حملة أو وكلاء لهذه الأبواق التي تمهد للتطبيع وتعمل عليه يعني سرا وجهرا بما في ذلك التبادل التجاري وبما في ذلك الاختراق الأمني وأكثر من مرة تكون قنوات صهيونية وأكثر من مرة يتم إنكارها وآخرها الإنكار الذي كان بصدد أو أثناء الندوة الصحفية حول اغتيال الشهيد محمد الزواري ولا يتم الإشارة إلى أي شيء من هذا الموضوع وكما كنت أقول حتى منذ أيام إقامة القادة الفلسطينيين الشهداء على الأراضي التونسية يعني منذ عشرات سنين ومنذ عشريات وهذا التطبيع متواصل والخيانة الوطنية متواصلة والجرائم التعامل مع الإرهاب الصهيوني متواصل كما تعلمون أيضا لم يتم تمرير قانون تجريم التطبيع واعترضوا عليه هؤلاء الذين بحثوا عن استزارية للصهيونية في الحكومة التونسية وليس مجرد وزير تونسي أو توزير وزير تونسي في حكومة تونسية والأمر الآن أصبح على درجة كبيرة جدا من الخطورة في مستوى الأمن وفي مستوى حتى تهديد نشطاء فيما يتعلق بالمجالات الثقافية ومجالات تمهيد لهذا التطبيع وأكثر من ذلك قبل ثمانية أيام بالضبط يعني قبل أسبوع بالضبط خرج علينا الناطق باسم حكومة الاحتلال أو خارجية الاحتلال وقال أن وفودا كانت هناك سرا ومن بينها تونسيين وركزا على الذين أو سماهم أو أسماهم الذين لهم تأثير إعلامي أكثر إذن الحملة واضحة والمنهج واضحة نحن نحاول أن نفهم الآن ما هو المطلوب من الحكومة أو بالنسبة للسياقات القانونية التي يمكن أن يتم التعامل معها يعني ردود الفعل والرفض ومحاولات الاختراق وبناء الجزار التطبيع مع تونس نراها بشكل متكرر الآن نتحدث عن وزير ما زال على رأس وزارته وأجر هذه المقابلة في الواقع القانوني وحتى في السياقات السياسية ما الذي يجب أن نراه؟ لا يوجد لا واقع قانوني ولا سياقات سياسية هم فقط يريدون معناها ما يسمونه ديرولاسيون ديبلوماتيكون فيزا جابل وهذه العبارة يعني علاقات ديبلوماتية مرتقبة وردت في تقرير الآيباك المنظمة الصهيونية الأمريكية يوم 14 ديسمبر المنقذي وعن تونس قالوا نحن عيننا ديبلوماسيين إسرائيليين غير رسميين هذه العبارة وهذه العبارة وردت أيضا في التقرير الذي رأيناه ونزل يوم 10 جامفي ورأيناه هذا اليوم وأيضا حتى في صورة الفيديو وفي قراءة تقنياته وفي قراءة ردود أفعال هذا الوزير فهو من ناحية كأنه يقول أنني أنا معكم ولست معكم لأن الحكومة وكأنه يرمي الكرة أيضا للحكومة وكأن الحكومة هي تتجه في هذا الاتجاه وهو يتحدث عن إرادة الحكومة وإرادته من إرادة الحكومة وكلنا نعلم أن الحقائق والوقاع في كل هذه الأشهر الماضية تؤكد مرة واحدة يعني أنه يوجد جهاز تطبيع سري مع الكيان الصهيوني بوجوه مكشوفة أيضا على المستوى السياسي أو على المستوى القضائي بالطبع ستكون هناك ملاحقة لهذا الوزير الذي يشتبه في عدة أشياء يعني يشتبه ضلوعه في عدة أشياء ستتم المطالبة بيعفاه وتمت المطالبة بيعفاه ولكن هذا لا يكفي المهم هو كيفية تصفية هذه المنظومة منظومة التطبيع ونحن اليوم نقول منظومة التطبيع لأنها لم تعد مجرد محاولات من هنا وهناك معزولة مرة بعد مرة أو كل مرة بطريقة معينة في سياقات شتى وفي غير سياق الآن أصبحت منظومة واضحة للعيان وحتى شهود عيان يقولون أن هذه القناة وهي أصلا وجدت منذ بضعة سنوات من أجل هذا هذه إيفنت كات نيوز يقولون أنها شهدت حتى يوم أمس في شارع الحبيب بورجيبة في تونس العاصمة وبلوجو مكشوف أو بسماء السمة التي تعمل بها أو الرمز التي تعمل بها كان مكشوفا وهذا يبين مرة أخرى كما أنهم أنكروا سابقا أن هذا الاختراق حصل وهذه القنوات دخلت والآن لا أظن أن أحدا يستطيع أن ينكر ذلك مهما ادعوا ومهما حاولوا أن يمرروا هذا تحت نظرية المؤامرة أو تحت نظرية أن هذه القنوات تعمل من أجل هذا وهم لا يعملون لهذا كل هذا نستطيع أن نجيب عنه بكل وضوح في نقاط عدة لا يتسع لها الوقت الآن لا تقنيا ولا بمعناها الرمزي ولا بقراءة هذا الفيديو الذي وقع نحن الآن نطلب من كل القوى الوطنية في تونس أن تعمل على تصفية منظومة التطبيع والصهيونية هذه لأنها تأتي في السياقات المعروفة سياقات صفقة القرن وسياقات ثمن الحكم مقابل العمل مع سهاينة وأيضا طلعنا منذ أسابيع وزيرة الثقافة الصهيونية ووزيرة الهجرة أيضا حتى في عملهم مع الروس وفي أطر أخرى دولية ديبلوماسية شتى أنهم يتحدثون حتى على موضوع التعويضات للذين كانوا هنا وذهبوا هناك للكيان الصهيوني ليعيشوا هناك وهذا الوزير طالب مرارا وتكرارا بهذا المعنى وطالب أيضا بجنسيات وجوازات صفر للذين يعملون ويعيشون هناك وهو يعيد أنه سيشرف هذه السنة بنفسه على ما يسمى احتفالات الغريبة ويعيد أنه سيدخل ثمانية ألاف ونحن نعرف أن هذا حال جوازات الصفر الأوروبية أو غير الأوروبية ومنذ سنوات قليلة دخل الصهاينة أكثر من مرة أحيانا بجوازات صفر حتى صهيونية وأحيانا تحت أغطية أخرى المطلوب الآن هو أن تكون هناك وقفة وطنية حازمة وقوية وثابتة لأن أصل الموضوع الآن هو عولمة هذه الصهيو رأسمالية وهناك عصابة صهيو تونسية في تونس وشبكة تعمل على هذا الموضوع وهي تتدخل في كل قطاعات الدولة والمجتمع وفي كل قطاعات الحيوية للتونسيين ولا بد الآن أن لا ننظر إلى هذا الموضوع لأنه موضوع تفسيلي ولكنه التناقض الرئيسي بين السلم المحلي لتونس واستقراره وأمنها القومي بل السلم الإقليمي والعالمي من ناحية وحقوق الشعوب من ناحية أخرى وما الارتهانات الدولية للسناديق الدولية إلا كذلك بالأياد الصهيونية إلا أن للأسف بعض السخفات الإديولوجية والحمقات السياسية حتى الآن تمنع بعض الناس أن يربطوا مصير الناس وعيشهم ومرافقهم الحيوية ومصالحهم الاقتصادية والمادية والنقدية والمالية المباشرة بهذه السناديق التي تسيطر عليها اللوبيات الصهيونية كما هو معلوم البعض لا ينظر بهذه النظرة إلى هذه الأمور بدقة وعمقها ولكن الواقع سيقلب كل هؤلاء على وجوههم وسوف يبينوا الحقيقة وسوف يذهب الشعب التونسي الذي يمس اليوم في ثوابته ويمس في دمائه لأن لنا دم تونسي سال جراء هذه العدوانات وهذا التعامل الإرهابي مع الكيان الإرهابي الصهيوني وستنكشف الأمور وتذهب أكثر بفضل قلة من الشرفاء سوف يستعيدون لنفس التوري في تونس ونتمنى أن يكون لذلك تلاجئ كنت معنا مباشرة من العاصمة تونس تواصلون بتقديم السابعة أبرزوا ما فيها بعد الفاصل الشرطة السودانية تستخدم الغاز لتفريق تظاهرة في الخرطون أهلا بكم من جديد في السابعة من الميادين والتي نستأنفها من أرضنا المحتلة فلسطين حيث رفع رؤساء كنائس مسيحية وطيرة احتجاجهم على خلفية الصور والمجسمات المسيئة للسيد المسيح السيدة مريم العذراء المعروضة في متحف حيفا وقالت وسائل إعلام إسرائيلية أن المحتجين نصبوا خيمة احتجاج أمام المتحف وأعلن عدد منهم الإضراب المفتوحة عن الطعام وكان محيط المتحف قد شهد تظاهرات اعتقلت على إثرها الشرطة الإسرائيلية عددا من الأشخاص بعدما اعتدت بالضرب على المتظاهرين وألقت عليهم كنابل الغاز المسيلي للدموع وكنابل الصوت لتفريقهم بالقوة اعتداءة الاحتلال في فلسطين المحتلة لا تقتصر على البشر بل امتدت إلى تاريخها أيضا ولسيما في ضوء ما كشفته وسائل إعلام إسرائيلية عن عزم سلطات الاحتلال على تدمير موقع النبي زكريا الأثرية الذي يعود تاريخه إلى 1200 عام وذلك لتوسيع مستوطنة مدعين شمال القدس المحتلة مريم عثمان أهلا بكم سياسة العنصرية الإسرائيلية تتعدى حدود الإقصاء للوجود الفلسطيني على الأراضي المحتلة وتتخطى التمييز بين كل ما هو عبري وكل ما هو عربي مسلم ومسيحي لتصل إلى حد إلغاء وتمصي حتى الأثار التي يعود تاريخها إلى عصور عربية قديمة والتي قد تشكل إثباتا على الجذور العربية الفلسطينية للأراضي المحتلة وعلى حقية الشعب الفلسطيني فيها سلطات الاحتلال تعتزم تدمير موقع أثري عربي لتوسيع مستوطنة مدعين شمال القدس المحتلة إذ كشفت صحيفة هارتس الإسرائيلية تسريب الاحتلال إلى مقاولين موقع أثري هاما لبلدة عربية من أجل بناء مركز لوجستي لمستوطنة مدعين الموقع الأثري الذي اكتشفه علماء آثار إسرائيليون يعود إلى فترة الحكم الإسلامي ابان الخلافة العباسية والفاطمية في فلسطين عمره نحو 1200 عام ويقع على تلة النبي زكريا علماء الآثار عثروا في هذه التلة على بلدة كانت مزدهرة في الفترة الإسلامية مصممة بشكل متطور وتشمل عشرات المباني والبيوت الفخمة وأبار ماء ومعاصر زيتون ومعاملة لصناعة الزجاج البلدة الآثارية تتمتع بهوية دينية مسيحية وإسلامية مختلطة إذ عثر علماء الآثار على صلبان محفورة على حجارة في معاصر زيتون وأجزاء من كتابة باللغة اليونانية كما عثروا على أوزان مصنوعة من الزجاج وعليها كتابة باللغة العربية مقتبسة من آيات قرآنية قرر الاحتلال الإسرائيلي تدمير الموقع الأثري أثار دحشة علماء الأثار الذين أكدوا أن تل أبيب تسارع في العادة إلى المصدقة على مخططات تطوير عندما يتم الكشف عن أثار قديمة هم مشددين على أن الهوية العربية للموقع هي وراء خطوة الإسرائيلية الغريبة أفدى مراسل الميادين بأن السفارة وصفت اللقاء السفارة الأمريكية وصفت اللقاء مع الوفد الروسي بشأن معاهدة الحدي من الصواريخ قصيرة المدى والمتوسطة بالمخيب للأمل متهمة موسكو بالاستمرار في خرق المعاهدة أحذر نيكولاي باتريشوف سكريتير مجلس الأمن الروسي من أن انتحاب واشنطن من معاهدة الحدي من الصواريخ متوسطة المدى والقصيرة ستكون له عواقب وخيمة مشددا على أن الانسحاب سيضعف إلى حد كبير الأمن الإقليمي والعالمي مرجحا احتمال انهيار بنية السيطرة على الأسلحة بأكملها وأشار إلى أن الروسية أبلغت الولايات المتحدة عن قدرات منظومة الصواريخ الروسية التي تنتهك المعاهدة برأي واشنطن عدت السفارة الإيرانية في لبنان مواقف ديفيد هيل مساعد وزير الخارجي الأمريكي للشؤون السياسية تدخلا سافرا في شؤون الغير وقالت السفارة في بيان أن الاستراتيجية الأمريكية تسعى لتغيير مسار سياسات مصالح الدول بحسب مصالحها والاختلاق الحروب والفتن بين الدول ومكونات الشعب الواحد مذكرة المبعوث الأمريكي بأن بلاده كانت الداعم الأساسية للحركات الإرهابية وفيما يتعلق بوجود الاستشاري العسكري لإيران في سوريا قالت السفارة أن هناك تنسيقا وتعاونا كاملا بين البلدين مؤكدتا أن طهران لا تحتاج إلى إذن من أحد مدى مجلس العموم البريطاني جلسة للتصويت على خطة رئيس الوزراء تيريزا مي بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي وحذرت مي معارضي الاتفاق بأنهم سيخيبون أمل الشعب يأتي ذلك فيما أكد حزب العمال المعارضة أن مي ستواجه هزيمة النكراء بعد التصويت على الاتفاق معنا من لندن مراسل مي دين موسى سرور موسى هل كانت تنقل لنا الأجواء إن كان خارج الجلسة أو في حتى داخلها طالما مداولات مستمرة قبل التصويت على خطة مي للخروج من الاتحاد الأوروبي نعم بعد نحو ساعة ونصف سيبدأ مجلس العموم بالتصويت على خطة تيريزا مي بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي مجلس العموم سيصوت في البداية على أربع مقترحات على صفقة تيريزا مي في حال تم تصويت وتأييد هذه المقترحات ربما سيتغير شكل الاتفاقيات الحكومة البريطانية مع الاتحاد الأوروبي التصويت الأساسي سيكون عند الساعة الثامنة بتوقيت جرينيتش نحن نشهد المقاض الأخير لولادة بريطانيا الجديدة الولادة المتعسرة لبريطانيا الجديدة هل ستبقى بريطانيا في الاتحاد الأوروبي أم أنها ستغادر الاتحاد الأوروبي رئيسة الأنظار متجهة إلى خطاب رئيسة الوزراء ما بعد التصويت حيث تشير كافة التوقعات والاستطلاعات إلى أن صفقة تيريزا ميل ستهزم في البرلمان وبالتالي الأنظار متجهة إلى ما بعد هذا التصويت هل ستقدم تيريزا ميل في خضون ثلاثة أيام كما منحها البرلمان على تقديم خطة خطة بديلة لترحي على الأعضاء مجلس العموم أم أنها ستعمل على يعني دعوة إلى انتخابات برلمانية مبكرة أم دعوة إلى استفتاء جديد نحتاج منك للتوضيح وشرح لو سمحت لي لأنه في المداولات الحالية في بعض التعديلات على بعض البرود للخطة المقدمة توضح لنا هذه النقطة والسيناريوات التي يمكن أن نراها خصوصا أنه سمعنا بعض النواب يتحدثون بأنه يفترض في كلمة تيريزا ما إذا ما أخفق فعلا ورفضت الخطة أن توضح خطتها البديلة قبل الانتظار إلى ثلاثة أيام والبعض يتحدث أنها قد تذهب إلى بروكسل للبحث عن مزيد من التنازلات قبل أن تقدم خطة جديدة وضح لنا الصورة لو سمحت نعم هناك أربع تعديلات من ضمن هذه التعديلات تقدم بها زعيم حزب العمال جامي كوربين يطالب بأن تبقى بريطانيا في الاتحاد الجمركي والسوق الأوروبية المشتركة إلى جانب هذا التعديل التعديل آخر للحزب الإسكتلندي يطالب بأن تمنح عفوا بأن يتم تأجيل موعد الخروج من الاتحاد الأوروبي إضافة إلى تعديلين آخرين يطالبون تيريزا ماي بأن تقوم بالطلب من بروكسل بأن يكون لها يكون لبريطانيا الحق في إلغاء ما يعرف بالباكستوب وهي شبكة الأمام شبكة الأمان التي التي بموجبها تطبق القوانين الأوروبية على إرلندا الشمالية في حال لم يتم الاتفاق على مستقبل العلاقة مع الاتحاد الأوروبي كان لي لقاء مع نائب وزير الدفاع البريطاني توباس إلويد وسألته عن الموضوع عن الاحتمالات لما بعد هذا التصويت هل يمكن أن يتم تأجيل موعد الخروج فكان صريحا بأن عدم موافقة البرلمان وعلى صفقة رئيسة الوزراء من الممكن أن يؤدي إلى لا بريكزيت إلى عدم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وقال أنها من المنطق جدا أن يتم تأجيل موعد الخروج من الاتحاد الأوروبي هناك هذا تأكيد واضح على أن ربما تريزا مي في حال خسرتها المتوقعة أن تذهب إلى بروكسل لتطالب بتأجيل موعد الخروج من الاتحاد الأوروبي ولكن هناك سؤال على ماذا تستند في طلبها من الاتحاد الأوروبي هل لأجل إجراء استفتاء جديد أم للدعوة إلى انتخابات مبكرة أم لاستقالتها وبالتالي أن يجري بعد ذلك انتخابات داخل حزب المحافظين واختيار زعيم جديد وربما يكون رئيسا للوزراء البريطانيا المقبل هناك سيناريوهات متعددة ومفتوحة الأمور إلى ما بعد التصويت التوقعات تؤكد أن هذه الصفقة لن تمر في البرلمان ولكن السؤال كبير ماذا بعد هذا التصويت في اليوم التاريخي في المملكة المتحدة ويوم تاريخي ويمفصل أيضا موسى ولو بشكل سريع أخيرا لأنه ترازي ميقلت لم يمر هذا الاتفاق ويقبل تم التصويت عليه بالقبول في المجلس العمور البريطاني بريطانيا مهددة في وحدتها هذا تشير إليه على أي أساس مسألة الحدود بين إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا أم أن الأمر مختلف كان لي كذلك لقاء آخر مع بعض نواب الشنفين وهم المحسوبين على سابقا على حزب الجمهور الإيرلندي سألتم هذا السؤال هم يؤيدون خطة تاريزا ماي يعتبرون أن هذا هو يعني هذا الاتفاق مهم جدا لمسألة الحدود الإيرلندية فقالوا صراحة أنه في حال الوصول إلى أو الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق نحن سنطرح مسألة الاستفتاء استفتاء خروج إيرلندا إيرلندا الشمالية من الاتحاد الأوروبي هذا واضح جدا كان لهم يعني هذا الموقف كان واضحا جدا من ممثل حزب الشنفين وبالمناسبة لحزب الشنف سبعة أعضاء في مجلس العموم ولكنهم لا يصوتون لا يشاركون في نقاشات في جلسات البرلمان لأنهم يعتبرون أن هذا يعني سلطة الملكة يؤكد لهم سلطة الملكة أو المملكة المتحدة على إيرلندا الشمالية هم يطالبون بوحدة إيرلندا إضافة إلى السكوتلنديين الحزب السكوتلندي الوطن السكوتلندي كذلك لمح وأشار إلى أن هذا الأمر الخروج من دون اتفاق يعني أننا سنطالب باستفتاء جديد كما تعلمين كان هناك استفتاء في عام 2014 وفشل السكوتلندي لم يصوتوا على الخروج من المملكة المتحدة ولكن هذا الأمر خروج بريطانيا من دون اتفاق سيكون له تداعيات كبيرة على وحدة المملكة المتحدة وربما قد أيضا المقاطعة الأخرى ويلز ربما قد تطالب أيضا باستفتاء حول علاقتها مع المملكة المتحدة نهرك الطويل لم ينتهي بعد موسى بانتظار المزيد حتى تتجلى الصورة بشكل أوضح شكرا جزيلا لك موسى سرور مراسل الميادين كنت معنا مباشرة من العاصمة البريطانية منها إلى فرنسا حيث افتتح رئيس الفرنسي مانويل ماكرون الحوار الوطني الكبير الذي دعا إليه منذ أيام ماكرون أكد أن الحوار سيجري من دون شروط هذا وانطلق الحوار من إقليم النورماندي شمال غربي البلاد وسط تعزيز الشرطة الفرنسية إجراءاتها المية وسيستمر حتى منتصف أذار معرفة المقبل وقد أظهر استطلاع على الرأي إجراه معهد لقناة بي اف ام تي في الفرنسية معرضة 45% من الفرنسيين المشاركة في الحوار الوطني في المقابل أظهر استطلاع الرأي تأييد 40% من الفرنسيين المشاركة وقد كشف الاستطلاع عن زيادة نسبة المؤيدين لحركة السطرات الصفر إلى 67% مقارنة من الأسبوع الماضي أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالح أن بلاده في طور بناء محطتين للطاقة الذرية مثل محطة بو شهر وفي تصريحات نقلها التلفزيون الإيراني نفى ما يقوله الغرب عن إيقاف تهران لتخصيب اليورانيوم المخصب بنسبة 20% وهي قادرة على العودة إلى التخصيب بهذه النسبة في حال لزيم الأمر وأشار إلى أن العلاقات مع أوروبا عقب توقيع الاتفاق النووي أكسبت إيران إمكانيات علمية كبيرة علمات الميادين أن المقاومة اللبنانية والجيش اللبناني يبحثان عن مشتبه به شهد في خلة الضرة في خراج بلدة بيت الشعب على الحدود مع فلسطين المحتلة أضفت المصادر أن المشتبه به وبعد مناداته سرعان مرمى أوراقا عليها كتابات إسرائيلية ولاذ بالفرار استخدمت الشرطة السودانية الغاز المسيلة للدموع لتفريق تظاهرة مطلبية في العاصمة الخرطوم قد تواصلت مساء اليوم التظاهرات في عدد من المدن السودانية ولسيما في العاصمة ومدينة أم درمان وكان تجمع المهنيين وأحزاب المعارضة قد دعوا إلى تنظيم تظاهرات وقد أشار التجمع إلى أن الخطوة المقبلة حاسمة وهي الإضراب الشامل أعلن الأردن الموافقة على استضافة اجتماع بين وفدي حكومتي صنعاء وهادي لمناقشة بنود اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين بيان للخارجية الأردنية قال أن عمان تقف بكل إمكاناتها إلى جانب وضع حد لهذه الأزمة مشددة على ضرورة التوصل إلى حل سياسي وكان رئيس لجنة الأسرى في وفد صنعاء إلى مشاورات السويد عبدالقادر المرتضى قد توجه أمس إلى العاصمة الأردنية حيث سيبحث المبعوث الأممي إلى اليمن مرتر غرفيث مع الطرفين عملية تبادل الأسرى المقبلة بعد يومين من وصول الفتاة السعودية رهف إلى كندا فتاة سعودية ثانية تهرب من منزل أهلها بسبب تعرضها لضرب مبرح على يد أبيها تابع التفاصيل في هذا التقرير على خطى رهف فتاة سعودية ثانية تغادر بيتها الأسري هربا من التعنيف أنا المواطنة نجود المنديل أبدا ما كنت أتمنى أن يسجل هالمقطع ولكن كليا عشان بدعمكم ومساندتكم لي دون الحاجة لتصرفات طائشة أنا أعاني من التعنيف الجسدي واللفظ المستمر من والدي واليوم هددني وكان يبي يحرقني ويضربني بسبب تافه جدا هربت من شباك غرفتي ونطيت على منخص قصتها نجود هي لا تقوى حتى على إظهار صورتها كونها داخل المملكة السعودية النيابة العامة أصدرت بيانا ذكرت فيه أن النائب العامة السعودي وجه باتخاذ الإجراءات النظامية بشكل عاجل والتحقق من صحة المقطع المسجل لا تبدو أنها المرة الأولى التي تتعرض فيها نجود للتعنيف الأسري فقد ذكرت في تسجيلها عبر تويتر أنها تعرضت لضرب مبرح قبل فترة ولم ينفى بلاغ الشرطة إلا بتوقيع تعهد والعودة مع أبيها إلى المنزل وها هو يعد الكرة مرة أخرى لا تريد الجود الخروج من المملكة شرط أن لا تعود إلى بيت أهلها مجددا وأن تحظى بحماية الجهات المختصة لكن من سبقوها على الدرب يعرفون أنه ليس في أطراف المملكة المترامية من يضمن مثل هذا الحق للمرأة تحديدا لأسباب تلخصها رهف في أول حديث لها من ملجأها الجديد في كندا نظام الولاية يحدد المرأة مصيرها أي شيء ممكن تتوظف أي شيء ممكن تشتغل حتى السافر ممنوعة فيه فإحنا النساء سعودية تنتعامل كأنها قاصرات حتى لو كان عمر المرأة خمسين وستين فهذه معاملة جدا سيئة للنساء ما رغمك مستقلات أو متصاويات مع الرجال رهف كانت تلقت رسالة من أهلها يتبرؤون فيها منها أي مصير ينتظر الجود وهي التي لم تخطو شبرا خارج المملكة أعلن الجيش الوطني لبيبي قيادة خليفة حفتر انطلاق العمليات العسكرية جنوب البلاد لتأمين المنطقة بالكامل والشريط الحدودي مع تشاد والنيجر وسودان وفي مؤتمر صحفي في منيدة بني غازي شرق ليبيا قال الناطق باسم الجيش العميد أحمد المسماري قال إن العملية تهدف إلى المحافظة على وحدة البلاد مضيفا أن العملية ستفتح كل الطرق لتأمين حاجات الشعب من النفط والغاز وفرض القانون ومنع الجريمة وإيقاف الهجرة قتل ثلاثة أشخاص وأصيب أربعة عشر بهجوم استهدف مجمعا فندقيا وسط العاصمة الكينية نيروبي وأكدت مصادر إعلامية محلية أن الهجوم بدأ بتفجيرين أعقابهما إطلاقوا نار ما أدى إلى وقوع قتل وجرح إضافة إلى أضرار حول المنطقة وأعلنت حركة الشباب الصومال يلاحقا مسؤوليتها عن الهجوم وفي الصومال أعلن مكتب التنسيق الإنساني التابع للأمم المتحدة في مقديشو أن نحو أربعة ملايين صومالي بحاجة إلى إغاثة عاجلة وهم يمثلون ثلثة سكان البلاد شافعي محمد لا يبدو عام جديد في الصومال حتى تنطلق معه تحذرات الهيئات الإنسانية الأممية العاملة فيه من مغبة اندلاع أزمة نغص الغذاء التي تهدد حياة أربعة ملايين صوماليين في البلاد سكان المخيمات في طواحي مغدشو البالغ وعددهم نعم مليون وخمسمائة ألف نازح شملتهم تحذرات مكتب التنسيق الإنساني الأممي فهنا لا غذاء ولا معونة للإغاثة وهذه المرأة نزحت مع أطفالها الخمسة من قريتها الزراعية قبل عامين وها هي اليوم تكاد لا تجد من يطعمها هي وصغارها نزحت من بلداتنا الزراعية ونقيم في هذه المخيمات العشوائية منذ عامين زوجي يعمل حمالا في أسواق مقدشو لكنه لا يستطيع توفير احتياجاتنا الأساسية حكاية فاطمة ومعاناتها مع أطفالها تلخص واقع جميع الأسر النازحة في هذا المخيم ففي هذا الكوخ المتهالك قصة مشابهة لأسرة مكونة من عشرة أشخاص تواجه قسوة العيش وسط غياب المستلزمات الأساسية للحياة نعيش هنا منذ ثلاثة أعوام انقطعت عنا المستلزمات الغذائية ولم نجد حتى الآن معونات كالعادة وسوجي طاعن في السن ولا يعمل الحكومة الفيدرالية تسعى لوضع سياسة وقائية لمعالجة تبعات أزمة نغص الغذاء التي تواجه ثلث سكان الصمال فهذه الأزمة الجديدة قد تود بحياة الكثيرين إذا لم ترطافر الجهود الدولية والمحلية للحد من تأثيراتها تدرس وزارة الشؤون الإنسانية وإدارة الكوارث حاليا سياسة لمعالجة الأزمات الإنسانية في البلاد ولتجاوز هذه المرحلة إلى مرحلة تطوير القطاعات الحيوية لنقل البلاد إلى التطور والإزدهار العجز والأطفال في مخيمات مغدشو هم أكثر الفئات المعارضة لخطر نقص الغذاء فأرقام الأمم المتحدة مخيفة والعام الجديد لا يبشرهم بخير مع بداية كل عام جديد تناشد المنظمات الإنسانية العاملة في الصومالي المجتمع الدولي بتوفير الدعم اللازم لسكان مخيمات مغدشو للحد من تأثير الأزمات الناجمة عن القحض والمجاعة شافع محمد مغدشو الميادين أعلن ألاف الموظفين في رام الله الإضراب العام وخرجوا بالألاف في تظاهرات ضد القانون الاجتماعي المثير للجدل ويتظاهرات تواصلت على مدى أشهر عديدة رفضا للقانون ومطالبة بإسقاطه نسرين سلمي أزمة ثقة أكثر من كونها أزمة قانون ومطالب بتعديلات هذا ما يؤكد عليه ألاف المتظاهرين الذين اعتصموا أمام مقر مؤسسة الضمان الاجتماعي في رام الله الإضراب العام أعلن في معظم المؤسسات الخاصة والمرافق التجارية بقرار من الحراك العام لإسقاط قانون الضمان الاجتماعي وهو قانون أقرته الحكومة قبل نحو ثلاثة أعوام ليطبق على موظفي القطاع الخاص نحن لا نثق بأحد في هذه الحكومة ولا بالقائمين على القانون الشعب لديه تجارب سابقة كثيرة في صناديق سابقة هو على رأيه المثل الفلسطيني الفلاحي اللي بيجرب مجرب مخه مخرب ما أخذ عديدة وضعها المعارضون للقانون منها ما يخص حقوق النساء الموظفات والشهداء والأسرع ورغم تبني الحكومة للتعديلات إلا أن المعارضين للقانون يؤكدون عدم ثقتهم في الحكومة ومؤسساتها أزمة ثقة أول شيء يبينه بين الحكومة هذا واحد ثاني شيء بلد تفتقر للأمن تفتقر الاقتصاد تفتقر تطبيق قوانين لحد الأدنى من الأجور المتظاهرون هددوا بالتصعيد في حال رفض الحكومة إسقاط قانون الضمان جار العمل على إضراب أكثر من يوم انتزعنا قرار من سلطة النقد لوقف المقاصة اليوم جار العمل على الضغط على المحالة التجارية وإضراب يكون في كافة مناحي الحياة ويشار إلى أن القانون في مجمله ينص على اقتطاع نسبة من رواتب موظفي القطاع الخاص لتتحول إلى راتب للموظف عندما يبلغ عمر الستين وتلغي تعويضات نهاية الخدمة قانون الضمان الاجتماعي في أي دولة من دول العالم مطلب عادل للموظفين لكن في ظل الظرف الفلسطيني الخاص قد تبدو تخوفات هؤلاء الموظفين مشروعا نسل سلمي رعم الله الميادين لليوم الخامس على التوالي يعتصم أساتذة التعليم العالي في تونس احتجاجا على ما يعتبرونه سياسة المماطلة والتسويف لسلطة الإشراف في تفعيل الاتفاقات السابقة بشأن إصلاح التعليم العالي ومراجعة الأجور عماد الشتارة عبر رفع الصوت والدخول في اعتصام مفتوح يدخل أساتذة التعليم العالي في معركة مع سلطة الإشراف رفضا لما يعتبرونه سياسات انفرادية من الوزارة تعمل من خلالها على فرض إصلاحات مسقطة والتنصر من اتفاقات سابقة استمرت تفاوض بشأنها أكثر من سبع سنوات الوزارة طرحت أشكال معناتها قوانين قانون أساسي مشروع قانون أساسي ثم كيف كيف بالنسبة للتوحيد الإيجازات وبرشة حاجات اللي ما هيش قاعدة تشارك فيهم مع الجامعة العامة والتعليم العالي لن يمر أي مشروع لم يشارك فيه الجامعة لن يمر أي مشروع لم يحظى بتشاركية قاعدية هو تحرك يتخطى مطالب إصلاح التعليم العالي إلى الدفاع عن استمرارية الجامعة العمومية بالتصدي لسياسات خصخصة التعليم العالي وتهجير الكفاءات جراء ظروف عمل وبحث منفرة وأجور لا توفر لهم الحد الأدنى من العيش الكريم الهجرة الأدمغة ناس كل يتصوروا اللي الأستاذ الباحث التونسي يمشي كان للخليج مع هكا شوية نظرة دونية لا الأستاذ الجامعي التونسي يمشي لأوروبا يمشي لكندا يمشي للخليج اللي جامعاتها أصبحت مصنفخير من جامعاتنا بفضل الأستاذ الجامعي التونسي قريت في تونس ونحب الشهادة متاعي ينتفعوا بيت توانسة بترجوه أولادنا مش مش نمشي هنا البلاسة أخرى تجبرني أنا مش نمشي هنا مغادر بلادي تجبرني نقول مليح تجبرني مش اختيار له رغم حدة العوامر الجوية يصرون على التناوب في اعتصام الصمود ملوحين بتحركات تصعيدية أخرى هنا نخبة البلاد في اعتصام مفتوح تنديدا بتصحر الجامعات وهجرة الكفاءات وما يرسم من سياسات لخصخصة التعليم العالي عامة شتارة تونس المياد في هذا نصل إلى ختم السابع نذكركم بعناوينها قادة محور غرب الأنباء في الحجد الشعبي يؤكد للميادين الاستعدادة لدخول الأراضي السورية للقضاء على بقايا داعش مصدر روسي يحذر من هجوم كيميائي للمسلحين شمال سوريا والمعلم يؤكد لبدرسن أن حل الصراع مرتبط بانسحاب القوات غير الشرعية ماكرون يفتتح الحوار الوطني لتجاوز أزمة السطرات الصفر واستطلعت الرأي تظهر أن نصف الفرنسيين يعارضون سياسته غضب واسع في تونس تنديدا بظهور وزير السياحة على قناة إسرائيلية ومطالبات بإقالته رؤساء كرائسة في حيفا يدخلون في إضراب مفتوح تجاجا على معرض الصور المسيئي للسيد المسيئي البرلمان البريطاني يبدأ بعد قليل التصويت على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأرمي دائما لمزيد من الأخبار والتقار إضافة إلى مواكبة البث الحي للميادين تفضلوا بزيارة موقعنا على الإنترنت الميادين دات نت إضافة إلى مواقعنا باللغة الإسبانية وصفحات الميادين على مواقع التواصل الاجتماعي نشرة جديدة على رأس الساعة مشاهدينا هذه المرة مع الزميلة علمالأح إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر